ولما بسأل أي حد إيه أكتر حاجة مميزة في قناة سلسونة سلوة أيوة عارفة هيقوله حاجات كتير ولكن أكتر حاجة مميزة بيقولوها لأنا بخبي الخضار والفكهة جوه الحاجات المميزة اللي احنا بنحبها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة إن شاء الله هنعمل كيك سريع صحي في الخلاط وصفة رهيبة أنا مش عارفة سميها كيك الفواكه ولا إيه من كتر ما هي مليانة فواكه ومليانة فوائد وصفة النهاردة وصفة للناس اللي عندها حاسية من الجلوتين يعني من غير منتجات الأمح وصفة كمان ما فيهاش منتجات الحليب ويلا على طول أول حاجة واحدة من الجزر وواحدة من البرتقان جزرة واحدة يعني حوالي مين جرام وبرتقانة حوالي يعني أكتر من ربع كيلو شوية برتقانة كبيرة وانا هستعمل البرتقانة زي النهاردة بإشهارها وهنشوف يعني مش بقشرها ولكن منتجر بتاعها أول حاجة هجهز الجزر أشرته وقطعته وهحطه في المايكرو ويف بس عشان يطره شوية لو مش عايزة حطه في المايكرو ويف ممكن أسويه على الضخار أحط مية مغلية من تحت في الحلة وحطه في مصفة وأغطي عليه واسيب ويستوي تعالوا بقى انجهز البرتقانة زي ما اتفقنا هاخد البشر وبعد ما اخد البشر بتاع البرتقان كأني بالزبط هقشر البرتقانة دي واكلها عايزة أقول لكم ملاحظة على السريع ليه دايما عصير البرتقان مش هوا قفية حاجة وجو أحلى حاجة اللي احنا ناكل البرتقانة كلها لأن البرتقانة بيكون فيها ألياف وانا النهاردة هستعملها بكل حاجة يعني مش همسك العصير او عصرها لا انا حطيت الجزر زي ما اتفقت معاكو في المايكرويف حوالي دقتين كده لحد ما طري معايا بدخل السكينة فايه فكده خلاص استوى تعالوا نحط الجزر على البشر البرتقان والبرتقان اللي احنا مجاهزين عندي كمان طمر آآ حوالي خمس طمرات لو الطمر ده ما كانش طري نخليه معه الجزر في المايكرويف عندي كمان آآ جوز الهند جوز الهند المبشور العادي ولكن حاب اقولكم ان جوز الهند برضو من الفواكه فكده شايفين بقى كمية فواكه فانا في الاخر مش عارف هسميها كيكة فواكه ولا ايه عايزة نص كوباية من جوز الهند المبشور العادي اللي هو بنجيبه من العطار او من السوفر ماركت والنهاردة نوع دي اللي انا هستعمله هو دي الدرة الدرة طبعا برضو من الحاجات اللي تعتبر تصنف خضار فوصفة النهاردة زي ما احنا شايفين غنية قد ايه عايزة كوباية من دي الدرة الاصفر وعلى طول خلينا نحط عليها معلقة كبيرة ممسوحة من الباكين بودر اخر مكون معي عيكون 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة عليها عيحط الفانيليا والارفة طبعا انا حتى بشر برطقان آآ وكل حاجة بس كل بقى ده بيمشي معاه جدا الفانيليا السائلة والارفة بيعملوا طعم اعلى وكمان ما بنحسش بقى باي حاجة في البيت طبعا البيت بيكون طازق هجيب الخلاط ونحط فيه كل المكونات اللي احنا قلنا عليها على بعض بالترتيب من غير ترتيب حطوها المهمة على بعض طبعا الجزر برد وايه خلاص كده كل حاجة جهزة ان هي تدخلت معينا في الخلاط في حاجة اسهل من كده؟ لا مفيش كيكة سهلة جدا يلا ام يشوفي الى ناقص وجاهزي عشان تعمديها اا واصفة مش تاخد منك اي مجهود خالص كل حاجة في الخلاط ولكن بس نخلط كويس في الوقت اللي انا بشغل في الخلاط انا رحت شغلت الفرن على درجة حرارة 180 عشان يدوب يلحق يسخن شوية لان انا خلصت بعد ما خلطت في الخلاط كده نبتزي نجيب بس الجوانب لو في حاجة بس لزقة في الخلاط شوية دقيق كده ما دابوش معي بصوا كده عايز اواريكو برضو خليط الكيك شكله شبه الخليط الكيك العادي اللي هو بالدقيق العادي ولكن طبعا زي ما احنا شايفين وصفة النهاردة قد ايه مليانة فويت ويا سلام بقى هقولكو ازاي نخلي ولادنا ياكلوا منها انتو اكيد عارفين هعمل ايه طيب تعالوا نجيب قالب قالب سيليكون او قالب اي قالب عايزة تستعمليه انا قالب سيليكون ده ممكن ما يدهنش سيناديته دهنة خفيفة يعني وصفة النهاردة بفاش دهون ولكن بس دهنة القلب بتضمن ان ايه ااااااا كل حاجة ااااااا متلزقش معي يعني ويطلع بالسهولة تعالوا نصب الخليط كده جوه القلب والقلب والقلب السيليكون مهم جدا اللي احنا هنستعملها هنشتري نوعية نظيفة ونوعية تكون بتخش الفرن بتستحمل الحرارة ولما نيجي نحطها في الفرن لازم نحطها على صنية خلينا نحط صنية كده باب نحطهاش مباشرة على الشبكة لا ما ينفعش لازم نحطه على صليل دخلت الفرن وقعدت حوالي من تلاتين لخمسة وتلاتين دقيقة فتحت عليها الشوية خدت بس لون خفيف مجموعة ما قعدت في الفرن عندي قعدت سبعة وتلاتين دقيقة بعد كده هسيبها تبرد هي لسه سخنة خلونا بس نقلبها شايفين شكلها ريحتها مليا البيت كله مدفية بقى البيت ويا السلام مفيش اروع من كده نكتفي بيها كده اه ونكلها مفيش مشاكل مع قبات شاي طحفة طعمها يجنن ولكن عندي اه خطوة بسيطة هعملها علشان الاطفال يحبوا ياكلوا منها لان برضو بتكون مش مسكرة بالسكر اللي الاطفال متعاوزين ياكلوا به الكيك هعمل ايه هدوب شوكولاتة فخلينا ندوب شوكولاتة ونحطها كده على سطح الكيك اللي انا بحطه ده عبارة عن شوكولاتة متدوبة بس تعالوا نفردها وطبعا لما تجمد آآ هتمسك عندي حتة شوكولاتة بيضة صغيرة وخلينا اقصر اللون بشوية كاكاو نرشه كده وبس كده ممكن نحط تاني بس انا عندي حتة كده في الميني كنت سيحتها خلينا حطها وخلاص ونحط شوية كده شوكولاتة برضو في التزيين وخلاص احنا كده خلصنا كيكا سهل لها في منتهى الجمال طعم يجنن كل حاجة ماشي مع بعض آآ مش هتتخيله قد ايه فوات برضو الكيك ده يعني مش بس طعمه حلو مش بس مردي جدا لو احنا بنعمل دايت وبنحافظ على صحتنا عايزين ناكل حاجة يخليها من الجلوتين آآ لا دا كمان آآ سهل وسريع وبرضو يعتبر مش مكلف آآ ناقص ايه بقى ناقص المكونات تعالوا نكتب المكونات على الشاشة عشان تاخدوها تقفوا في المطبخ تجهزوا الحاجة تقفوا تعملوها تحطوها في الخلاط وانتو بتحطوها في الخلاط تفتحوا الفرن وتدخلوها وبعدين تدعو لي بقى الريحة والطعم في منتهى الجمال بصوا حتة عاملة ازاي عاملة زي مكونجته يعني بسيطة جدا جدا متازين خفيف ما عملناش اي مجهود خالص ولا اي فن خالص يعني في السريع كده بعد يوم طويل ممكن الواحد يقف كده يعملها في خمس دقايق يعني موضوع سهل جدا جدا وبعد كده بقى ممكن نقطعها وكل حد ياخد حتة ويستمتع بيها وصفة جميلة بصوا كوامها مجوعة وعمل ازاي كيكا كيكا يعني مش اي ما بنوزرش احنا بينجيب كيكا كيكا بصوا عايز ادواءكم والله معي تحفة 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 اتمنى ان شاء الله ان هي تكون عجباتكم وتكونوا تحمستوا تقوموا تجربوها واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر